تشارك المملكة البحرين تعد مملكة البحرين نموذجاً يحتذا به عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال ودعمهم وتمكينهم والمحافظة على حقوقهم كافة على نحو متوازن مع أصحاب العمل من خلال منظومة تشريعات تنظم علاقات العمل التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة انطلاقاً من القيم الحضارية وبما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية تشارك المملكة اليوم الاحتفال بعيد العمال العالمي تجسيداً لنهج الاحترام والتقدير لجميع العاملين في مملكة البحرين نظراً لمساهمتهم الفاعلة في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة وبناء اقتصاد عالمي مستدام مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في توفير أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطبق مملكة البحرين العديد من القوانين التي تصيم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والتي تحد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية لضمان سلامة العمال كما واستطاعت تحقيق العديد من المكتسبات بما يعزز من قدرة المملكة التنافسية لتكون مركزاً مهماً للأعمال واستقطاب رؤوس الأموال وحفظ المنجزات العمالية المتحققة ورفع مستوى جودة بيئة العمل بشكل يهدف إلى تحفيز الإنتاج العمالي وصون حقوقهم دون تمييز إنما تحقق من تقدم وتطور ونماء في المنظومة العمالية في مملكة البحرين جاء نتاج الرؤى الملكية السامية والدعمة والمساندة من جلالة الملك المعظم للعمال ولشتى مجالات الإنتاج والعطاء في مسارات العمل الوطني وعبر دستور محكم وحضاري وتشريعات وقوانين مواكبة لكفالة حقوق الإنسان والتي تعمل بروح وعزيمة ضمن فريق البحرين بما يحقق ازدهار ورخاء ونمو مملكة البحرين ورفع اسمها عاليا في جميع المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر